موسيقى بيعمل محاكاة للكنترول انه بيحول اي كنترول عادي عندك لكنترول اكس بوكس تلتمائة وستين البرنامج انا هنشرح منه الاصدار الرابع فيرجان 8.0.14 النسخة التجربية منه الالفا البرنامج الاصدار الرابع ده بيتماز يا جماعة عن الاصدار الثالث واللي قبله انه بيدعم خاصية المحاكاة بحيث ان البرنامج للدراعات العادية بتاعتك بتتحول لدراع اكس بوكس فعلي متعرف على اللابتوب او البي سي بتاعك على انه اساسا دراع اكس بوكس زي ما هنشوف في الشرح دلوقتي تابقوا معانا الشرح يلا نبدأ على بركة الله اول حاجة جماعة البرنامج انا هحط الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت بنزله بفتحه كل قاتي البرنامج اول ما افتحه جماعة بيكون الوجهة بتاعته زي كده زي ما هو موضح قدام حضراتكم اول حاجة جماعة لو حصل معايا اسوز يعني في مشاكل في البرنامج او من ضمن المشاكل اللي بتواجه المستخدمين انه بيكون معايا الديريكت اكس تسعة مش متسطب فانت محتاج تبقى تكون مسطب برنامج الديريكت اكس تسعة لو اشتغل معاك بدون اي مشاكل يبقى انت يعني مفيش هنا اي اخطاء ظهرت يبقى انت معاك البرنامج سليم مية في المية تقدر تبدأ على بركة الله مبدأين يا جماعة ازاي اضيف لعبة ازاي اعمل البيانات ازاي اعمل الاعدادات بتاعت البرنامج اول حاجة جماعة انا بدوس اوبشنز بروح عند اختيار الاوبشنز الموضح في الصورة دلوقتي بدوس على اختيار اللي هو الاجهزة المحاكاة اللي موجود تحت ده حضراتكم بدوس انستول انستول لتنين دول يا جماعة بيخلوني اتمكن من ان انا اشغل البرنامج اشغل ايس في الدراعات كدراع اكس بوكس تلتمة وستين فعلي على اللاب او البي سي بتاعي بعد ما اعمل انستول ليهم بسيب الاعدادات دي زي ما هي مفيش اي مشاكل ببدأ اروح يا جماعة على الجيم عشان اضيف لعبة طبعا انا ضايف معايا فيفا 18 وضايف مورتل كومبت اكسي ال وضايف الحاجات دي معايا انت بتبدأ عشان تضيف لعبة جديدة بتدوس ادد وتبدأ تختار اللابة بتاعتك وادوس عليه انا نختار مثلا فيفا فيفا 19 وادوس اوبن بيبدأ ينضاف معايا بالنسبة الجماعة في حاجة مهمة لازم تكونوا عارفينها بالنسبة للفيفا بالذات تكون من ما اجي مثلا فيفا 19 واجي اعمل لها الاعدادات لازم اكون عامل دي امبوت اه اربعة وستين لان فيفا 19 اربعة وستين اه كوم باختار الهوك ماسك اه كوم اه باختار الاكس امبوت فايلز بكون اه الفيرجان اربعة وستين فيرجان واحد واربعة او واحد وثلاثة بالنسبة للاميوليشن يا جماعة عندي اختيارين يا اما ليبراري اللي هي الحزمة المكتبية يا اما الفيرشوال الفيرشوال يا جماعة دي عمل محكاة للدراع اللي عندي ان يكون دراع اكس بوكس تلتم وستين انا مش هاختار اللي براري الحزم المكتبية لان الحزم المكتبية كانت في الاصدار التالت وكان لها عيوب كتير احنا عايزين نعمل فيرشوال بادوس عليها كما هو موضح في الصورة جماعة وابدأ ادوس سيف بمجرد ما دوس سيف يا جماعة بابدأ اروح على الكنترول وان او على اي كنترول من الاربعة اللي موجودين عند حضراتكم زي ما هو موضح في الصورة وادوس ادد اول ما حط في ايدنا بتظهر الادراعات الموجودة عند حضراتكم فانا هبدأ احط الدراع في اللاب توب بتاعي دلوقتي يا جماعة علشان نشرح عليه ازاي هنطبط الاعدادات زي ما وضحت حضراتكم الدراع حطيته والصوت زهر بفتح ادت تاني هتلاقي حضرتك ان الدراعات زهرت اهي بختار مثلا اي دراع منهم اللي انت عايزه وابدأ اعمل لي ضبر دلوقتي حضرتك انا مسك مثلا الدراع الاصلي في اومعايا ومش ومعاملش ومرضيش يناول لون اخضر هنا كل اللي بعمل بدوس remove تاني واختار مثلا اللي تحت وابدأ ادوس record بادوس يا جماعة هنا record او بعمل auto مبدئيا نخليها نعمل auto بيبدأ اظهر معايا هو بملى بعض البيانات صحيحة والبعض التاني بتكون انت لازم تعدل مثلا الزرارين اللي فوق اللي هو R2 والL2 بعمل عليها record وادوس واختارها وبرضو هنا record واعمل هنا record واختار الواي دي يعني الواحد في الادراعات العادية جماعة الاكس دي يعني الاربعة البي يعني التمانية البي يعني الاثنين الاي يعني الثلاث دي بالنسبة للادراعات العادية المشهورة اللي موجودة في مصر حضراتكم هنا بالنسبة في حيطة مهمة جدا لازم تكونوا عارفينها بالكم منها اولا في الاختيارات اللي هي بتاعت الانالوج لازم تبقى عارف حضرتك ان هنا في الاكسز اكس والاكسز واي اني لازم دي بقى اكسز وان مش هالف اكسز يعني بمعنى انه لو عملت record زي ما ما وضح حضراتكم هتلاق اتش اكسز وان دي معناها هالف اكسز يعني بيعمل نص المحور بتاعك لأنا عايز المحور يبقى كله فهعمل هالاكسز وان وهنا بخليها انفرتد يعني المعكوس بتاعها اللي هو اكسز تو عشان يبقى اكس وواي عشان يبقى معايا في الاتجاهين اكس وواي يا جماعة زي ما هو موضح بدأت تشتغل معايا البوتن بعملها في النص زي ما هو موضح برضو في الانالوج اليمين يا جماعة زي ما هو موضح حضراتكم انا لو جيت هنا عملت هلاقى اكسز هالف اكسز سيكس لا اخليها اكسز ايه سيكس على طول وهنا في الاكسز واي بخليها انفرتد اكسز ايه سري زي ما هو موضح حضراتكم هتلاقى اشتغلت ما في الماء في الباد اب والباد ليفت والكلام ده كل يا جماعة بزبطهم عادي ريكورد ريكورد يمين شمال تحت بل ايها زبطت معايا 100% بدوس سيف يا جماعة بنفس الحوار ونفس الفكرة بدوس على الكنترول تو انت ليك لاختيار حضراتك انك تعمل جيت اكس بوت استيت او لا حضراتك انا لسه فيه دلوقتي عايز اوضح لحضراتكم حاجة مهمة خالص ازاي انا دلوقتي قلنا بنعمل محاكاة لدرع اكس بوت اتا بنعرف ازاي ان ده تم ولا ما تمش دوس حضراتك جيم اللي موجودة تحتها هتبدأ يظهر معاك بالفعل الدرع التعرف واحد على انه العادي والتاني على انه درع اكس بوكس طب دلوقتي حضرتك انا من ضمن المشاكل اللي بتحصل جوه اللابة اه ان انا بروح بلاقي جوه اللعبة فيه درعين اه اتنين زهرين ازاي تعالوا نشوف كده ونجرب دلوقتي حضراتكم زي ما انا موضح ليكو ان انا فتحت اللعبة دلوقتي لو دست ركلت البداية هلاقي ان انا فيه درعين بتحكمه بدرع واحد يعني انا معايا عامل درع واحد برا في البرنامج ظهر لها درعين وبروح اه الاتنين في درع واحد شغالي طب حل المشكلة دي تكون ازاي زي ما هوضح لحضراتكم دلوقتي رجالنا لكو تاني يا جماعة حل المشكلة ده هيكون يا جماعة عن انك بتروح تعمل تدوس على خانة الدفايز اول ما بيفتح لك خانة الاجهزة دي بتجيب الجهازين او الجهاز اللي انت عملت وتدوس تعمل و اخفاء زي ما هوضح كده صاح علامة صاح و اوكي تعمل للاجهزة hidden اخفاء و ادوس اس يا جماعة اول مفتح اللابة يا جماعة زي ما هو موضح لحضراتك دلوقتي هنبدأ نشوف هل المشكلة تحلت ولا لأ لو دوسنا راكلة البداية بعد ما عملنا هيدن هتلاقي بالفعل بقى موجود دراع واحد مفيش اي مشكلة لو رجعنا تاني للبرنامج يا جماعة هنكون كده حلينا مع جميع المشاكل المتعلقة بفافة 19 للدراع هتلاقي يشغل معك بسرعة وبسلاسة مفيش اي مشكلة هتحصل معك بازن الله طيب طريق التشغيل الهزازات ازاي؟ طريق تشغيل الهزازات سهلة انك بتروح على اي كونة الفورس فيدباك وبتعمل اي بول فورس فيدباك اول ما تعمل اي بول فورس فيتباك ممكن عندك الاختيارات بتاعت الافيكتس اللي عندك اما كونستانت اما عندك الاختيارات زي ما هو موجود قدام حضراتكم عادي ممكن تختار اي اختيار ولكن انا هختار كونستانت او خلليها الاختيار التاني ادوس عندي التست يا جماعة لو الدراع كده اشتغل معي مظبوط هتلاقي الدراع بدأ يهز معك لما ادوز تست حضرتك دلوقتي اه تعرف ازاي اصلا ان الهزازات شغالة ولا مش شغالة اه حضرتك لو روحت عند الديريكت انبوت هتلاقي ان الفورس فيدباك اه معمول على هايس يعني مفعالة ادب ازاي افعالها لو معمولا انه حضرتك دي بتبقى مشكلة في التعريفات بتروح تجيب استوانة التعريفات اللي بتبقى جاية مع الدراع مع حضرتك وبتعرفها على اللابتوب او الجهاز بتاعك هتلاقيها هنا ظهرت انها تم تفعيلها هترجع على الفورس فيدباك وتعمل الخطوات اللي قلناها وبكده هتلاقي الهزازات معك اشتغلت باذن الله اه طب دلوقتي يا جماعة هل انا لما دوس في الالعاب جيمز لما اجي اضيف اي لعبة لازم اعملها نفس الاعدادات دي لا انت مش شرط انك تعمل ديمبوت فايل لجميع الالعاب ولكن ان عملتها مش هتفرق معك في حاجة الا لازم انها هتتعمل للالعاب الداعمة لها فقط او اللي بتحتاجها زي فيفا تسعتاشر وفيفا تمنتاشر وسواء وسواء اه يا رب اكون قدرت اوفيت في الشرح ده على قد مقدر لو عند اه حضرتكو اي استفسار اي سؤال اي مشكلة تقدر تحتفل كومنتات تحت الوصف اه وباذن الله هقدر احلها لكم اه ما تنسوش لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة